يقول أنا أحافظ على أن أبقى في أول صف في الصلاة لكن أحيانا أرى رجلا كبيرا فأخرج منه وأقدمه في الصف الأول فأحرج منه وأقدمه في الصف الأول وأقف أنا في الصف الثاني هل ضع لي ثاب الصف الأول؟ لم يضع عليك ثاب الصف الأول لأنك أردت إكرام ذي الشايبة المسلم ومن يكرم ذي الشايبة المسلم له أجر الذي منعك الأدب وقد قدم النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر يصلي بالناس فأكثر الناس التصفيق فالتفت أبو بكر في إذن بالرسول على السلام فأراد أن يتراجع فأشر إليه النبي عن مكانك لكنه أصر على الرجوع تأدباً مع الرسول صلى الله عليه وسلم وما كان الابن أبي قحافة أن يتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أجره قائم إن شاء الله تعالى وكما نقل غير واحد من العلماء الإجمع على أن العبرة بالسبق إلى المسجد يعني مفترضناك سبقت إلى المسجد ووقفت جلست في الصفوف الأول فجاء واحد متأخر بعد ساعة من جلوسكم وتخطى الصفوف وقف أمامك العبرة بالسبق وفي الله تعالى التغفير ترجمة نانسي قنقر